اشتركوا في القناة اللهم مصلي على محمد وعالي محمد السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه حديثنا لا يزال عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تحدثنا بالأمس عن معنى اسم المهدي وتكلمنا عن بعض المحاور المهمة هذه الليلة سنذكر منظورين المنظور الأول بين الظاهر والباطن كل شيء في هذا الكون له ظاهر وله باطن لا تعتقد شيئا في هذا الوجود إلا وهو يحمل هذين الوجهين هناك وجه ظاهر وهناك وجه واقعي باطني نبدأ بالإنسان حيث إنك إنسان وعليك أن تبدأ بنفسك في كل شيء ولذلك ورد عنهم عليهم السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه ما لم تتعرف على ذاتك لن تصل إلى الحقيقة كذلك في هذا المنظور نبدأ بالكائن البشري كائن البشري له ظاهر هذا الشكل الذي نراه وله واقع لا يعلم به إلا الله أو من خصهم الله تبارك وتعالى بكشف الواقع ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لو تكاشفتم لما تدافنتم بمعنى أنه لو عندكم قدرة كاشفية لواقع الآخر لا يمكنكم العيش مع بعضكم البعض حتى في نهاية المطاف لا يمكن لأحد يعرف حقيقة الآخر ويتولى تغسيله وتجهيز والصلاة عليه ودفنه ومن هنا تأتي صلاة الميت وهي محض دعاء اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيره أما واقع الإنسان وجوهره الله وحده تبارك وتعالى هو المطلع عليه تنظر إلى إنسان تراه ما أجمله وفي واقعه أقبح صورة في الكون وتنظر إلى إنسان ولا ترى مسحات الجمال عليه ولكن في داخله أجمل ما تتصوره بلال ابن رباح وما أدراك ما بلال جعله النبي صلى الله عليه وآله وزير الإعلام المطلق جون الإمام الحسين صلى الله وسلم عليه يضع خده المقدس على خد جون وأنت تنظر إليه ولو خطب امرأة لفزعت النساء منه ولكن في داخله هو هو أجمل كائن بشري من الكائنات الجميلة فالإنسان له ظاهر وله واقع ننتقل إلى هذا الكون من الأرض إلى السماء هذه الأرض فيها أسرار إلى الآن لم يكتشف العلماء منها إلا الشيء القليل استخرجوا النفط والمعادن والغاز وما إلى ذلك لكن لم تزل هذه الأرض حافلة ولو اكتشف العلم يوما بعد يوم لغيروا وجه الحياة برمته والناس تسير على ظاهر الأرض كذلك الفضاء لا يوجد شيء اسمه فضاء إنما هناك سماوات العلا والسماوات السبع الذي بناها الله بقدرته لم يستكشف أحد منها شيئا ما زال العلماء يسبحون في الفضاء ما وراء الفضاء أي شيء لم يتعرف عليه أحد القسم الثالث الحكم الشرعي الحكم الشرعي الذي نحن نتعبد به في صلواتنا في صيامنا في حجنا في زكاتنا في أي عبادة من العبادات وأي معاملة من المعاملات هناك حكم واقعي وحكم ظاهري كل قضية من القضايا لها حكم واحد فقط لا يوجد عندنا شيء نعبر عنه بالتصويم كما ورد عند المذاهب الأخرى لدينا في فكرة أهل البيت عليهم السلام لكل قضية حكم واحد فحس هذا الموضوع الخارجي إما حرام أو حلال أو مستحب أو مكروه أو مباح فلماذا تجد الفقهاء يختلفون أشد ما يكون الاختلاف ما السبب والحال كل موضوع له حكم واحد فحس هذا الحكم انعبر عننا بالحكم الواقعي في اللوح المحفوظ الذي يعلمه الله تبارك وتعالى والنبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام فحس تسأل عن أي موضوع من المواضيع له حكم في اللوح المحفوظ هذا حكم حرام أم حلال هذا الموضوع الخارجي نجس أم طاهر أما أنك تجد فقيه يقول هذا طاهر وهذا نجس فقيه يقول هذا طاهر فقيه يقول هذا نجس فقيه يقول هذا حلال فقيه يقول هذا حرام فقيه يقول هذا مكروه ما الأمر أن الفقهاء يتعرفون على الحكم الظاهري وليس 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 عندهم قدرة أن يتعرفوا على الحكم الواقعي لذلك لا يمكن لفقيه من الفقهاء أن يقول هذا الحكم هو حكم الله لا يمكن على الإطلاق وإذا قال هذا القول فقد جانب السداد إنما يقول هذا ما أدى إليه اجتهادي عند آلية من الأدلة يوظفها في عملية استنباط الحكم الشرعي فإذا الحكم الموجود في الرسائل العملية حكم ظاهري وليس حكما واقعيا بعد هذا التدليل نأتي إلى القضية المهدوية العالم كله ينظر بالمنظار الظاهري ولا ينظر بالمنظار الواقعي الواقع شيء والظاهر شيء آخر يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق طلب داود على نبينا وعليه ألاف التحية والسلام من الله تبارك وتعالى أن يحكم بالحكم الواقعي تأملوا معي جيدا فجاءه النداء من السماء يا داود إنك لن تستطيع ذلك داود داود حول علماء بني إسرائيل يجلسون كل يوم خليفة الله في الأرض يجلسوا للحكم فيقضي بين الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لماذا فاحكم بين الناس بالحق أصر داود على الله أنه يريد الحكم الواقعي قال له اليوم سيأتيك النبأ لتحكم بالحكم الواقعي إن تحملت فبها وإلا فلا ويعلم الله تبارك وتعالى أن داود عليه السلام لن يقدر على ذلك ولا المحيط الذي حوله هو بقادر فأول قضية جاءت داود عليه السلام رجل كبير في السن أمسك بشاب في يده عنقود عنب وقف أمام الخليفة خليفة الله ما الأمر قال يا داود هذا الشاب سرق هذا العنقود العنب من بستاني وأدركته متلبسا بالسرقة فسأل داود عليه السلام الشاب ما تقول يا أيها الشاب هل هذا الكلام صحيح قال بلى صحيح القضية إذن واضحة إقرار بين مريد لها كلام زائد فأنزل الله تبارك وتعالى جبريل على داود قال يا داود أقتل هذا الرجل الكبير وأطلق صراح هذا الشاب وملكه المستان كيف يصير هذا كيف يصير هذا قال له لا تريد الحكم الواقعي قال بلى قال هذا الرجل الكبير قتل والد هذا الشاب وكان الشاب طفلا صغيرا ودفنه في بستانه وصيطر على بستانه فهذا الشاب أكل من بستانه أكل من ملكه وهذا الرجل الكبير قاتل مجرم وإذا أردت أن تعرف تعرف فاذهب إلى المكان الفلاني واستخرج الجثة وهنا بلعه الاستغراب فلم يقدر على الحكم الواقعي فالحق فالحقيقة أن هذا الشاب أكل من ملكه لأن هذا البستان لأبيه وعندما قتل أبوه يرث الشاب بستان أبيه من الأبجديات ولكن في الظاهر أن البستان ملك لهذا المجرم وهذا مسكين هو المحرامي إذا عرفنا ذلك فالعالم كل اليوم ينظر إلى القضية المهدوية نظرة الحواس الظاهرية أما الواقع لن يتعرف أحد عليه إلا من خصه الله ولذلك جاء أول مركز في الاعتقاد هو التسليم بالغيب ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول ركيز الذين يؤمنون بالغيب الغيب هو عكس الشهود هذا الكون ملي بالأسرار نحن لا نرى شيئا منه إلا الشيء الظاهري وسيأتي الكلام إن شاء الله في محور خاص أن السر بالإيمان بالغيب نحن فقط نتحدث عن المنظور الأول وهو بين الظاهر والواقع وفي كل ذرة إلى أكبر مجرة ظاهر وواقع المنظور الثاني الدلالة على وجود الإمام المهدي من حيث العقل قبل أن ننتقل إلى النصوص إلى الآيات القرآنية إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والحديث عنها إنما نخاطب العالم كله بمعزل عن انتمائهم العقدي الديني هل أن العقل يقودنا إلى أن وجود المهدي المنتظر ضرورة عقلائية أو لا الجواب نستكشفه في هذا البيان يعني ما نقدر الآن نقول لك بلى أنت لم تستمع شيئا بعد ذلك أنت تقرر تدليل ذلك الله تبارك وتعالى هو المكلف بهداية الوجود كله كما بيّنت البارحة ليس هداية البشر فحسب البشر كائن من هذا الوجود ضمن هذه المنظومة وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كان لدي حوار مع دكتور ألماني في مدينة ميونخ وكان الحوار جميلا ألا أن الله تبارك وتعالى سخر هذا الوجود كل للإنسان وأي إنسان هذا عندما نقرأ قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم من هم هاولا الله كرم المجرمين الله كرم القتل السفلة الله كرم من يقتصب حقوق الضعفاء كيف يمكن هذا الكلام علينا أن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن من يأص الله 24 ساعة بفنون العصيان والتمرد ثم تقول ولقد كرمنا بني آدم من هو بني آدم هذا الذي كرمه الله هل هو النوع أم الشخص أم ماذا الآية القرآنية الأخرى تقول وين من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيعهم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الطيور الدواب أمم أمثالكم إذا أنتم أمة فهم أمة نحن في عقيدتنا في كربلاء فرس الحسين عليه السلام رجع إلى المخيم صاهلا معولا باكيا نادبا إلى أن أخذ يضرب رأسه بالحجر حتى فارق الحياة آه آه حصرة عليك يا أبا عبد الله واليوم ممن ينتسب إلى التشيع لو قرأت عليه مصيبة الحسين عليه السلام ألف مرة ما حركت شعرة من بدنه فكيف نقيس أنفسنا بخير الحسين ويسأل الإمام الباقر عليه السلام ماذا كان يقول فيجيب يقول الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أبر بضمير العاقل ولم يقل تسبيحها لقد كرمنا بني آدم أي آدم من هذا من هم هؤلاء الذي كرمهم الله وحملهم في البر والبار ورزقهم من الطيبات من هم لذلك تكريم الله تبارك وتعالى أن كرمك بالتكليف شوف الآن نحن عندنا من القضايا المهمة بين البنت والولد أنت شوف الآن أعداء الإسلام هكذا يقولون بأنه الإسلام ظلم المرأة وكذا كلام فارغ في التكاليف لو درسنا التكاليف لوجدنا أن الفتاة تكلف قبل الصبي قبل الدكار ليش تكلف عمره تسع سنين مع العلم الشاب يكلف بعد 13 سنة 14 سنة أقصى حد 15 عاما هو وعلامات البلو هذا لون من التكريم للفتاة على أن الفتاة عندها قدرة عقلية أكثر من جانب الذكر التكليف تكريم الله كلفنا يعني كرمنا لماذا لأن بواسطة هذا التكليف نصل إلى القرب الإلهي ثم إلى السعادة والفلاح كيف يمكننا أن نصل إلى القرب الإلهي ثم إلى السعادة والفلاح قد أفلح من تزك وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أول سورة قرأها قد أفلح المؤمنون ويمكن تسمع باليوتيوب واحد جاهل مشردم يشككك في ذلك فيقول كيف يقرأ القرآن والقرآن بعد لم ينزل على رسول الله غبي لا يفقه شيئا ما تقول في القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به النبي لم ينزل عليه القرآن يا مسكين يا مغفل قرأ أمير المؤمنين أول سورة هذه السورة قد أفلح المؤمنون نجح المؤمنون بك يا علي الله إذن أكرمنا بالتكليف فيأتي السؤال كيف نكلف كيف نتعرف على التكليف هذه القوانين الواسعة النطاق اليوم أنت في أي دولة من الدول ليس بالسهل أن تتعرف على دستور هذه الدولة ما لم تدرس هذا الدستور وتطلع عليه وأنت عندك دساتير متكاملة الفقهاء أفنوا أعمارهم سنين طوال أسى أن يكمل بعضهم دورة فقهية كيف نتعرف على هذه التكاليف الدقيقة أرسل الله أنبياء ورسل ليش أنت ما تقول الكلام هذا تقول الله قادر قادر رأي جينا في المحاضرات السابقة طرح بعض الإشكالات المطروحة المعاصرة اليوم ونجيب عليها الله تبارك وتعالى قادر أن يهدي الوجود كله لماذا إذن أرسل أنبياء ورسل خليهديهم مباشرة أنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء الله يهدي البشر ليش أرسل أنبياء ورسل ليش هو الذي بعث في الأميين هذا الرسول ليش الله بعث في الأميين ثم يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ليش خب الله يتلو الآيات ويزكيهم الحكمة إذن هذا البحث في مقام النبوة التسليم عند جميع الديانات السماوية أن الله أرسل الأنبياء والرسل يعلمون الناس نظم الحياة زين وبعد الرسل كيف يحرم الله عباده من هذه النعمة يصير هذا يتركهم سدى هكذا بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وآله خمسمائة عام خمسمائة عام بعضهم يقول خمسمائة وهذه من الأخطاء الفادحة تُكتب ولا تُنطق خمسمائة وليس خمسمائة خمسمائة عام خمسمائة عام الله تبارك وتعالى يترك عباده من دون معلم رباني ثم يأتي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله اللهم هذا غير منطقي إذن هناك فلك آخر فلك الأنبياء وبعد فلك الأنبياء فلك الحجج حواري عيسى حجج الأرض لابد أن يكون فيها عالم رباني إما نبي أو رسول أو وصي هذا العقل يقول هكذا لازلنا أحبة نتكلم في نطاق العقل ما الذي فضل تلك الأمة أن الله يرسل لها أنبياء ورسل وأولياء ولا يرسل لهذه الأمة هذا يصطدم مع العدل الإلهي ومن هنا الله تبارك وتعالى جعل على هذا الكوكب حجة إلى قيام الساعة وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام وهذا ما يعبر في الدراسات الكلامية بقاعدة اللطف اللطف الإلهي إن الله لطيف خبير الله لطيف بعباده إذا كان الله لطيفا بعباده لابد أن يرسل لهم أنبياء ورسل وأيم الآن في هذا الزمان من هو إن قلت الله تبارك وتعالى لا يعلم بسعادتهم بهذا التكليف هذا يلزم الجهل على الله وإن قلت الله يعلم أن سعادتهم بمربي يربيهم ويأخذ بأيديهم إلى النجاة ولم يرسل هذا بخل من الله والله تعالى علوة كبيرة وإن وإن قلت يعلم وليس بخيلا فلما لا يرسل هذا عجز وتعالى الله الأول كبيرة كل الاحتمالات تدفع ويبقى بذلك لابد من وجود إمام على وج الأرض شئن أم أبينا هذا الإمام إما ظاهر وإما مستور كما قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلي الطاهرين